موسيقى ونحن نتعلم على هذه القصة التي وصلت إلى المحكمة ووصلت إلى الاطلاق أحبك يوسرا وربما نتمنى أن نكون في موضوع آخر خاصة بالأنشيطة التي تقوم بها حضر معنا لأب ديالك أنت بجنبه ما هي المشكلة بالضبط الذي يوقع محمد ومزوح أول شيء، أشكر المتسببين لقناة الدار وشكركم بثافة وشكركم بثافة وشكركم بثافة أول شيء، كما تعرفون كنا عايشين في عائلة محافظة وماما وبابا كانوا مفاهمين وكانوا عايشين مزيان ونحن تربينا مزيانين بناتدارنا ونحن لم نتربينا في المشاكل ونحن لم نتربينا في المشاكل وصداع كل نهار واحتجا هات العام فش كنا هكذا كانوا يصداع بزاف وأي عائلة كانوا يظن أنها تكون تعرضت لهات الشيء يعني في الحجر الصحي كانوا يصداع بزاف ما بالعائلات ويعني سلها هات العام هذا عاد كتروا علينا المشاكل وذلك شيء يخلق النزاع في الدار من أي جهة حتى المشكل المادي يلعب دور فتح النقطة هاتي وكذلك بابا يعني علاقة للحال ماشي شي واحد اللي غادي ما عندوش يعني ذاك المتطلبات كاملة ديال الربعة الدراري ومسؤولي ديال الدار كاملة بابا ما كانش قد عليها بوحده ومع ذلك أن ماما كانت ببارك الله يعني عندها وحد المدخول مادي محتارم وكان يعني كانت يعني هي اللي معيش أنا مزيان وكانت كنا عايشة نحنا في دار ماما وبابا كذلك كانت يخدم فاش كنا صغار وماما كانت كانت تقاتلتها باش تدير الدار وفاش كبرنا هكا دارت الدار وذلك شيء وكانت كانت تخدم علينا وحتى بابا كانت يخدم كيف كانت تعمل معاكم باباكم حين تسمعتو واني في الكلام ديال واني كان هو اللي كي يصبر ليكم كعجان كي طياب هدا ودور ديال ماما كيفين كانت؟ الدور ديال ماما حياتها كلها دفنتها في الخدمة يعني كانت كتضحي بدور هاتيا ربما تقلبو الأدوار اه تقلبو الأدوار وكان بابا هو الوحيد اللي كان عندي في الحياة وحاليا هو الوحيد اللي عندي احتى ماما كذلك عندي الحمد لله لا يطول فع مرها ما مازال على قيد الحياة ولكن ما كان حش بدك الدورة الأم الدورة الأم ما كان حش بنائيا بحاليا ما عنديش موي ؟؟؟؟؟ ماذا حاجة حش بدك؟؟ ماذا بدك؟؟؟؟؟ ماذا قلرج أو بقد؟؟ كان شوف صحابيس يوم همهوم جيموراؤهم من الصغرن من كانت من فرن كل شيء كانت كانت تقارنة في أحسن مدارس كانت تحلو مازينا مزينا ولكن تدفئت إلى أموكما أنا و أختي صغيرة أختي صغيرة كانت هو خدام، لم يكن غالص، كنا كنا نجيه القوة، نمره بلان، نخمله، نسيقه عاد كي يجي بابا في الليل عاد كي وجدنا العشاء عاد كي قدنا داك المسائلة كنا نحن اللي قائمة بطورو والأم ديالي اللي يهديها وكانت دفن عمرها كله في الخدمة أي مرة خدامة ولكن كتعطي واحد الوقت لولادها وانا مشي ضد الفكرة ديال ان المرة ما تخدم شو تبقى غير فتدر مع ولادها اه تقسم الوقت ديالا دا بحاليا ما كتعطيش وقت الولادة تعطي وقت الولادة لانا راه جانقو لكم الولادة شي حاجة ما تتعودش نقدر نقول انك انت بعيد على ماما اه بس السهف وانتي كشبار لما نكتعودي لما نكتحكي وانتي مقبل على الزواج كم ضم اي اي شخص تعرفت لي نقوله البابا اي حاجة درت صفحياتي نقولها البابا اه في الممشي نقولها البابا خاجة مع صحابتي نقولها البابا كل شي البابا هو صديق ديالي بابا ما كان حسبوش يعني واحد عادي يعني عوض لك لحنان ديال الام اللي فتقتي اه وليش فينا هاد دموع شنو اللي يخلك انك تنهاري بحالة بصراحة كتكون قلبك عامر على الشي حويج وبني كتت هذا يعني اخويت عليكم قلبي وصافي نقطة اخرى اللي كانت تكلم عليها باباك بلي انه من بعد ما حطت لي الشاكوش دياله باش انا يخرج من الدار كان جاتش عند وحدة من خواتاتك وقالت لي ها يلا كان فيك النفس يصيري ووصلي عند باباك يعني اه هاد يش هذا يعني في حق الام ديالك يعني ماشي حينت باباك حداك يعني ماشي باقي معاه يعني بصدق وبكل صراحة اش نوقع في ذاك الليلة عنقول اي حاجة وبصدق وما غاديش نكدب بحت شي حاجة اه في ذاك الليلة شوف هي ماشي ذاك الليلة بالضبط احنا من قبل مورما بابا خرج من الدار قبل بشي جوسي ماناز بحالكك وانا هي كتت هددني باتش يعني ميمكن لاش نقول شي حاجة في الدار ميمكن لانتحرك لها يعني ماشي تخون كل كانت خلبي عندي بيتي كانت خليه كانت نسدق لي يا صافي وكان نوض في صبح كمشي من دراسة مخصش يكون واحد الكنتاكت بيناك وكما اه باش ما ننوض معاه صدع باش محس عارفة راسي انفو غادي نوض معاه صدع غادي تقاتي فاش لقاتني انا تخون كل ما يعني ما مشي ديا صدع انا صافي داك الليلة وقع اللي وقع معدك 12 يالليل خرجتني من الدار كنت نعسف بلاستي كنت نعسف بلاستي دخلتي الي قاتلي في كل نفس خرجي من الدار دابة مخي مشي تشيف مع تناش تلي دك الساعات صوني سألها بابا جام ورايا الحمدلله بدا كانت صدر قريبا ديا اللي اميما جام ورايا جيت لعنده اميما لاغدلي هعد مشي تجيبت حويجي يعني دابة حاليا حويجي ما كان لقاش تفين ديره مراكم عارفين كنا مول فين شكل دابة شكل يعني كانت طرنا الحمدلله كبيرة ما كان نقصنا حتى شي خير دابة هي مسدودة وكتبع نفس سؤال ما هي مسؤولة الاب ديالك إلا كانت كتسمعك ماماك دا وكتشوف فيك وكتشوف هاد الفيديو وكتسمعليك شنو رسالة رسالة تقولي لها ما نقولها الله يهديها الله يهديها ما شنقول لك تعودنا غيدك شي اللي فات ما بغينا لفلوس لتحاجم بقات كتشوف الانسا كي بقاتها بعمل الدنيا وما كيرا عيش الولاده وما كيرا عيلتها واحد الله يهديها والله يرجعها على طريق المستقي إن شاء الله كنشكرك يوسرا بغض نظر على الاب ديالك اللي تقسم عن الرواية دياله فانتي كيف قلتي خوتي قلبك على فهذه الحكاية المؤلمة وكنت منها بطبيعة الحال ان هاد المشكل العائلي يعني يتحل ونشوفو الاسرة يعني بكام بأكملها يعني عايشة في ظروف جيدة وهاد شي بطبيعة الحال لصالح الابناء لمازالين صغار يسرة اللي هي أكد كتكبرهم واللي أكيد أنا كتحول تقوم بالدور الذي للأم أيضا كنشكركم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوه في العشين يوتيوب وبرتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي